رغم التحذيرات الدورية والإقليمية يبدو أن تركيا عازمة على تنفيذ مخططاتها في الشمال السوري فبعد مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول العالم مرارا لعقد قمة للمانحين ودعم مخططه في بناء مدن جديدة للاجئين شمال شرق سوريا وجد أردوغان ضلته في قطر فخلال عودته من زيارة للدوحة كشف الرئيس التركي عن أن الدوحة يمكن أن تدعم خططه لتوطين ما يقرب من مليون لاجئ فيما يطلق عليه المنطقة الآمنة حسب ما أفاد التقارير الإعلامية ويثير تميل قطر لبناء مجمعات سكنية للنازعين السوريين في شمال السوري بعيدا عن مناطقهم التي هاجروا منها الشكوك حول خطط أنقرة لتغيير التركيبة السكنية في تلك المنطقة بهدف إلغاء الوجود الكردي المقلق لها على الشاريط الحدودي والحد من الارتباط القومي بين أقراض سوريا وتركيا ويخشى اللاجئون السوريون في تركيا من عدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب القابل الدمني للقوى الدولية في سوريا لمشروع إعادة توطينهم في الشمال السوري بموجب صفقات بين أنقرة وواشنطن من ناحية وأنقرة ومسكو من ناحية أخرى وهو ما ظهر جاليا في التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي التي حث فيها الأقراض السوريين على تنفيذ التزامتهم في إطار الاتفاق الروسي التركي وإكمال انسحابهم من المناطق الحدودية أنصح قوات سوريا الديمقراطية والقيادة السياسية الكردية عموما بالوفاء بوعودهم لأننا فور إبرامي مذكرة اتفاق مع تركيا حصلنا على الموافقة على تنفيذها من الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك من القيادة الكردية التي أكدت بقوة أنها ستتعاون في تنفيذها ومنذ بدل عدوان العسكري التركي على الشمال السوري حثت أنقرة الحلفاء الغربيين على دعم خططها لبناء مدن جديدة في شمال شرق سوريا لتوطين اللاجئين السوريين الذين تصطديفهم على أراضيها ويبلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ إلا أن مسؤولين غربيين حذروا تركيا من إدخال تغييرات على التركيبة السكانية في الشمال السوري مؤكدين عزمهم عدم تمويل أي مشروع ينطوي على عودة غير طوعية للاجئين ترجمة نانسي قنقر